دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إعادة تأكيد المسئولية الجماعية للعالم في مساعدة اللاجئين ودعم حقوقهم الإنسانية جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للاجئين ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة وقال جوتيريش أن الصراعات والفوضى المناخية والاضطرابات تجبر أعدادا قياسية من البشر على ترك منازلهم وتؤدي إلى معاناة إنسانية عميقة وأشار جوتيريش إلى أن أحداث الأرقام تظهر أن أكثر من 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نزحوا قصرا بينهم 43 مليون و500 ألف لاجئ